موسيقى نعم أنا أولا أشكر موقع إسبريس العتيد على هذه الدعوة الكريمة ومدام دخلت في الموضوع مباشرة أنا فقط هدفي التكويل الفلسفي باسم الظاهرتية أو الفيلم المنجي نضع أشياء يعني معطيات نحن الآن نتكلم بالعربية صح أم لا صح كذلك يعني القضاء كما نعلم بكل محاكمه لغة العربية الدرك الملكي بلغة العربية كذلك بالنسبة للأمن الوطني إلى آخره يعني علاوة على التعليم الأصلي أو الأصيل أصيل عفوا فأنا شخصيا لست كما يعلم القراء دخيلا على هذا الموضوع كان دائما هذا الموضوع المتعلق بالتربية والتعليم هما يعني يسكنني ولا أدل على ذلك من مقالات نشرت في أسبريس أذكرها لماما مثلا عن ظاهرة العداء للغة العربية أزمة التعليم والمسكوت عنه نحو تفعيل دسترة اللغة العربية الجامعة المغربية إلى أين ثم اللغة وعاء هوية ودخيرة الحية وأخيرا التعليم هزيمتنا النكراء فإذا سألتني عن علاقة باللغات العموم من يعرفني يعلم أنه أحسن إلى حد الآن خمس لغات والألمانية في طور المجيء أو الإتيان فقرأت طبعا بتماع القانون الإطار الذي صدر في الجريدة الرسمية ويعني نحن لا نريد أن نرجم بالغيب ولكن ندعو لهذا القانون الإطار أن يتوفق المقيمون عليه والأمور بلتائجها ونتمنى أن تكون حسنة لأنها ستكون مفيدة على هذا البلد الأمين وعلى أجياله الصاعدة فإذا من حيث المبدأ هذا ما أقول وثم النص المنشور في الجريدة الرسمية بلغة سليمة سليسة جيدة هذا دليل آخر فلي بغيت نقول وهو أن هذا القانون الإطار سبقته يعني برامج إصلاح هاي عندي الآن قائمة ديلايا موجودة هنا بتواريخها إلى آخره الأول كان لجنة الرسمية وصلها بتعليم في ألف وسبعمائة تسعمائة وسبعة وخمسين هذا اللولا ما كانت شيرة معروفة أتقيد ولكن لما قبل هذا دي القانون الإطار كان هناك البرنامج الاستعجالي برنامج الاستعجالي البرنامج الاستعجالي كان من 2009 إلى 2012 كلفنا هذا البرنامج ويمكنني أن تكلم عليه لأنني كنت شاهد عيان ومتتبع لأطواره عندما كنت وزيرا للثقافة وكنت أناقشه مع صديقي سيحمد خشيسن وكذلك السيدة طبعا لطيفة عبيدة حول هذا البرنامج الاستعجالي وكيف يتنقل وكيف الأخيرين لكن كلفنا تمناً ضاهداً 41 مليار يعني ذهبت تقريباً سدى أباءً منطورة يعني جربنا الكثير من الوصفات جربناها والأوراق كما نقول الورقة الحجبية ورقة التقنقراط ولكن ضمن التعليم عقبة كذا نريد مع هذا أو نسعى أو نتمنى نتمنى نبتمني أن يكون هذا القانون الإطار إذا ما طبق فعلاً وإذا ما احترم الرزمانة التي تقدم بها أن يحقق ما نصب إليه فقبل هذا القانون الإطار كانت هناك يعني يعني يدخل في بام ما يسمى بلتا ديليو أو وصف واقع الحال وصف واقع الحال واستخلصت من النص حول هذا الموضوع من في مقالة التعليم هزيمة نتون القراء يقول هذا الوصف ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساسي والمستمر من نقائص استمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي الولوج المحدود للتعليم عبر التكنولوجيات التربوية ضعف المردود ضعف المردودية الكمية أعفو الكمية والكيفية للبحث العلمي والتردد في معالجة الإشكالات الأفقية ولا سيما مسألة التعلم اللغات هذا الوصف هذا سبق ما نحن بصدده الآن سبق ولهذا هناك كدير من التقارير ما يمكنش يعني في الوقت الممنوع لنا أن نأتي عليها جميع جمعات لكن فألقنا واحد هي تقارير يعني ديال تقارير دولية ومقفوه فقط عن تقارير المنتدى الاقتصادي الاقتصادي العالمي والذي يعمل بمعيار الجودة واحتل المغرب الرتبة 110 من أصل يعني حتى من أصل 140 110 140 يعني حقيقة نتيجة غير مرضية فهنا عندما نرى هذه المشاكل التي تتكرر والتي يعني تتعقد ماذا يمكن للأباء أو لأي أب أن يقوم أن يفعل مع أبنائه كما قال الشاعر أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض لا يمكن نصور التعليم بهذه الصيغة هذه كأنه حبل يعني كأنه ميدان أو يعني حقل حقل ألغام مضادة ل يعني كما تسمى مضادة للأشخاص لا يمكن كل كل سيعمل على شاكلاته وكل سيعمل من أجل إنقاذ أطفاله لا بد لا بد و يعني ما لم يرد في هذا النص ما لم يرد فيه الوقوف عند دواهر مقلقة أولا أزمة القراءة المسترحلة لم نعالجها يعني فساد اللغة والتواصل عند جيل اللمس أو الجيل اللمسي وطبعا سمارتوفيني إلا حبيتي سمارتوفون ألا كعار بشنا الأدوات وطبعا هذا شيء يقلقني يعني كلمات تدخل في التواصل كليش نقول ألا كما تتسمعها ولشك تتسمعها ديال نترطاشي وديال تكورنكتا وديال ترون بورسا هذه لغة جينة لقيتة ولا يلزم أن يتربى عليها جيلنا لا يلزم لا يجب لا يلزم أما مما ورد في النص هو التأكيد على المهنة والسوق لكن أنا أعتقد بوجوب بوجوب تكوين شخصية المتلقين وتكوين علوء عقولهم المادة 80 وهي مهمة في نرجع للنص المادة 80 في نص قانون الإطار تقول شيئا جميلا نعم لاعتبار التعليم الأساسي بكل يعني فروعه قطبة الرحة و يعني مدار الاستثمار المكتف هذا شيء كي سنقول فرانسي فون مدخل الباكت هذا الأساس فوندسيون هذا الأساس أيضا قضية مهمة جدا أقرأ المادة التي نعلق عليها يعني اعتماد اللغة العربية جميل لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم يعني يعني حسب أحكام الدستور باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء هذا جميل هذا التأكيد على أن الأمازيغية هي شأن وطني لكل الناس لكل الوطنيين ما كانش حتى شي فئة تجي وتمارش واحد النوع من الاحتكار أو المونوبول ليس لا الحق بذلك وهذا ينص عليه الدستور ولي أنا شوية أطرح حوله أسئلة وهو عندما يقول إرصاء تعددية تسمعني تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين للغتين العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل على الأقل بمعنى ستكون أربع لغات أربع لغات على الأقل بمعنى على الأقل الأكثر هو لغة خمسة أو ستة سبعة إلى آخر أنا أعتقد بأن هذا الكلام يصح عليه المثل العربي الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده أو كما نقول في عميتنا الطمع بالزيادة أرضبالك النقصان هذا يعني أربع لغات بمعنى على الأقل قد يكون ثلاث أبجديات اللغة العربية الأبجدي العربية اللاتينية بالنسبة للأنجليزية والفرنسية وتيفناغ بالنسبة لله يعني السؤالي هنا سي السمدي كيف سيكون هذا ممكناً كيف ستتم أجراته في أجراته في واقع الحال و أربع لغات هذا من أمحل المحال من الأشياء العصية جداً و ماذا؟ لأن هناك ما يسمى بالطاقة الاشتعابية للتلميذ وحتى للطالب هذا سنستشر من البيداغوجيين والنفسانيين البسيكولوب يا ما سيطقها غير محدودة أو لا محدودة ثم طبعاً شيء أخر لأن هذا الشخص أولاً أن يكون هناك المدرسون والمؤطرون إلى آخره التسعليم العالي لا يمكن أن يماشي هذا لأنه من حيث الصفة ومن حيث الوظيفة في حل من هذه السياسة لأنه حر أي خصوصي لا يمكن لا يلزم أن ندخله في الحسبان ولا ما يبقى حر وخصوصي تفقين ثم يقول في هذا المادة 31 يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية الأجنبية يعني يعني حرها الشادة الأجنبية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية واللغة الأمازيغية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها على غرار المواد التي تعرف بهويتهم و بهويتهم الوطنية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من بين من قبل المملكة المغربية والمتعلقة بوضعياته هنا نطلب المستحيل حقيقة نطلب المستحيل وهل لماذا؟ موجود كان موجود وقبل أن آتي هنا استخبرت المشتشار الأكاديمية من التعليم في ديكارت مثلا وفي اليوتي هما كان عندهم ممازل شميثوا الوبيعية 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 الاختيار أو الخيار الوبيعية العالمية المجدوج تفقين هادلوي بأهدا خاصنا أن نعيد أن نظر فيه من أجل ماذا؟ من أجل أن نتفاوض حوله مع الطرف الفرنسي مثلا نتنشوف أنها ما يعقلش واحد في التربدة واحد ثانوية شميث اليوتي اليوتي كان مقيمعا في المغرب وكان مستعماريا مستعماريا ننزعها ولو أنه كان كما كان يقال يعملوا بيدين حديديتين بقفاز من حرير ولكنه يبقى هو هو عندنا اسماء فرنسية إيغو سامين دبابوار جون جوريس ديغول إلى خيره نغير هذا الاسم هذا في تفاوضنا ثم كذلك أنا أعتقد بأنه سيغ متفاوض عليها بمعنى أن الطرف المغربي في هذا لويبي هو الذي يعين أساسدة اللغة العربية والاساسدة ميزتهم الكفاءة وكذلك الغير على هذه اللغة أعطيكم مثال لأن بالمثال يتضح المقال يعني بنتي أنا هذا مثال شخصي ولكن أعطيه كمثال لا غير واخترت هذا لويبي هذا لويبي وكان هناك أستاذان يأتيان إلى المنزل لإعطائها دروسا في في تقوية العربية وتقفتها إلى حد الآن استطعت استطعت أنها تحصل على إجازة في بوردو إجازة في العربية وتقفتها وماستر قامت بماستر على الشهر العربي القديم أي الجاهلية إذن كينا واحد سيدة اسميته روت غروري شار كانت تقول لي والله هناك آباء يأتون هي كانت مديرة للدراسات العربية يأتون إلى تنويات وإلى ويترجون الإداريين أن يحذفوا حدفا التدريس بالعربية أو وجود العربية تصور هذا وتقولي هذا متشكية وحزينة حقيقة لي كان لك لويب هيا أنصر لكاسر ولكن هناك نحن مقصة يقول فهنا أعتقد أنه هذا ورش يعني يمكننا أن نعمل فيه فأما القضية ديال اللغة الأمازيغية هي موجودة لأني في الدستور طبعا وأنا عندما كنت وزيرا أشرفت على مهرجان حدوش في عين اللوح وكما يشهدوا الشاهدين منهم سيباكوس ومنهم الحسين مجاهد ما قلتش في بداية كلمتي بتشلحيت أيت ما تسمى أسلام ربي في اللون اللون مرحبا 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 وتسميتها بكوي وعددتها وإني عندي عندي محبة لها اللغة فأنا في ما يخص قضية ديال التدريس وكذلك مرة وإحنا معه في طاولة قلت لهم شيء من الشعر بالأمازيغية أولا مأين أسداستني خامرئة الناريخ أبو العربية في كلامي في لغتك يا أمه أبضت لوعة المحرقة جميلة لا والأيس كذلك فأنا لتنشوف الشعار خاص يكون في هذا المجال التعليم ديال اللغة الأمازيغية أن يكون يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر هذا حديث نبوي شريف فأنا يعني هذه اللغة يبقى فيها واحد الاختيار للأباء للأسرة بين الحرف هذا تفنق أو الحرف العربي لن ننسى بأن الحرف العربي تكتب به الفارسية والأردية والكردية والتركية قبل أتاترك قبل أن يحدف حارب الإسلام وينشئ اللائكية وأزال الحرف العربي ومع الطربوش حتى الطربوش أزال فأنا أترى يعني لا أرى حرجا من أن نسبنا هذا الحرف وما أقربه إلينا للتيسير للتيسير و تفنق يعني حقيقة طرحت مشكلة حتى العثماني وكان لم يكن إدك الوزير الأول أو رئيس الحكومة هو قال أمام في برنامج كان يديره مصطفى العلوي وكان سي الخلفة ما بين الحضور قال بالحرف مع هذا بالحرف مع تفن صرت أمياً في تمازيغ قال هذا بمعنى أنه استشعر الصعوبة الصعوبة في تبني هذا الحرف ولكن حتى نخليه الاختيار لمن أرى ذا له ذلك هذا تذكرني بشيء عجيب أنه الحباب بالله الحمول كان هو إدك العميد ديالكولية الأداب جاء فعالة خيراً يعني الفلسفة دار قسم بالعربية بالعربية لكن ترك القسم بالفلسفة بالفرنسية كذلك جائزاً لمن يريد للاختيار أنا كنت سجلت في العربية نظراً لحبي لهذه اللغة لكن وجدت صعوبة مع أشتاد نفرني من القسم قلت كنت أطرح أسئلة ذات ببعد فلسفة الاخرية واستكتر علي ذلك ووحد مرة قال لي بركة من الحيالة أنا نط مشيتها قوية قلت له الحيالة رهي الخوية بالعربية قال لي خرج من هنا خرجت ومشيت مشيت عند الحباب قلت له أشأة أعمال قال لي ها قاسر قسم بركة هذا الحمد لله فإذا اللي بغيت نقول الآن وأعتقد كذلك وهو بعض الأشياء التي أرد يلزم التفكير فيها وهي المتعلقة ب الذي يقول تواصل الدولة مجهوداتها في الرفع من الميزانية العامة للتسجيع البحث العلمي أنا أقول وعلق لكن إذا كانت المرضودية محصلة وملموسة ونحن نعلم أن هناك معاهد للبحث العلمي لأخير نعطيك مثال هذه اليورس المعد الجامعي للبحث العلمي لكن هو موجود الحال في حالة يرتلها لا لا مرضودية ولا إنتاجية وآخر شيء ربما اللي مهم أعتقد وهو المتعلق به هذا وغد ترحلي هذا السؤال وهو التمويل هذه الأشياء كثير من الأشياء الوالدة فيها تقبل وتجرب على كل حال لكن لا يمكن التمويل في مستوى المطامح والرؤى بعد يكون يعني ستقوم أمامنا يعني يعني واحد العقبات وكأداء وما أدرك منها وما أدرك من هذه العقبات فالشيق النص دي القانون الإطار تقول آه عجيب تواصل تواصل آه لا آه ولا ولتمويل طبعوا ما يخلق ولتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع مصادره ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص مع مراعاة المبادئ القواعد المنصوص عليها في هذا قانون الإطار كيف المجاليس الجهوية أو الترابية تطلب أنهم يمو لكذا المشروع وهما يقول الله مصادره مع الميزانية دينا وثم كيف توجه إلى القطاع الخاص قطاع ذهبنا إلى فرد ضرائب أو شيء من هذا القبيل قطاع خاص أمام خيارين أو أنه سينعكس ذلك سلبا سيوقف التوظيف ما يوطف وكذلك إذا ضاقت به الأرض بما وسعد أنه سيرحل سمتع لدي لوكاليزاسيون يمشي حالي ذات رونو طامجة إلى آخر إذن لدي كوليزاسيون الترحيل وتوقيف خلق مناصب شغل هذا شيء حقيقة لابد من أن نحسب له الفحزب وكذلك أعتقد لأنه موجود دباء في فرنسا وفي أوروبا وفي أمريكا كلما يعني تدخلت الدولة وفرضت على المقاولات والشركات الضرائب إضافية أو ما يسمي الشغش يعني توقفوا كل شيء محارك الاقتصاد توقفوا تمشوا بلد آخر أو طبعا كما قلت توقفوا العملية ديال ديال التوظيف هذا تقريبا باختصار لكن أنا أرجع إلى الفصل الخامس الفصل مهم حقيقة في التسر أنا أقول طبعا يحسن بناء ونجد في تطوير اللغة العربية ورعايتها وضد من يحاربها ضد من يريد بها السوء كما هو دأب بعض أنا قلت أصطر الغولات الغولات هم المتطرفون الذين ليسوا معتدلين ولا يفكرون كما يلزم أن نفكره فإذا عندك الفئة هذه وعندك غولات الفرانكوفون كذلك ونعرف ماذا نقومون به وأيضا غولات الداريجيون داريجيين غولات الداريجيين يعني ليمكن نسبة إلى هذا أيوش لأيوشيا قاضية ديالداريش رك عرف القصة طويلة ما كالاش نادع أنا شخصي كانش حدث يقول لي قاضية أن عندي تقريبا عشر كتب بالفرنسية وثلاثين بالعربية وقلهم ها الحل ها كما أرجو أن تفهموني أنا فرانكو غراف شنو غراف تتوجد داكتيلو غراف يا غرافو يا كلمة لنانية تعني الكتابة الرقن والكتابة مدام كتبت كل هذه الكتب وأنا فرانكوفيل سي يا فرانكو وفيليا أي المحبة والصداقة يعني بالإسمال الترات الفرنسي العظيم في مجال الأداب والشعر والفلسفة إلى خيره لاشتو فرانكوفون إذا كانت فرانكوفونية تعني لغلوتوفاجي شنوية لغلوتوفاجي هي الافتراس اللغوي فاقوس باليونانية هي الافتراس الأكل والافتراس إذا كانت الفرانكوفونية هي غلوتوفاجي أنا أرفضها رفدا بعد سنة ما تنساش تابونة فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هزبراس ترجمة نانسي قنقر